فخامة الرئيس لما اتكلم اكتر من مرة على انه المستقبل الحقيقي هو افريقيا خلي بالك كلام الرئيس مش بس على مستقبلنا مثلا اقتصاديا وانه يبقى حجم التبادل التجاري ما بين الدول الافريقية وبعضها البعض هو بس ده المستقبل الرئيس بيتكلم على انه مستقبل العالم اقتصاديا هو افريقيا العالم زمان اتعامل مع افريقيا تعامل سيء بكل ما تحمله الكلمة من معنى العالم الابيض او من يحب ان يطلق على نفسه العالم الحر هو عالم لا يؤمن بالحرية على الاطلاق لانه عالم اخترع الاحتلال والامبريالية والعبودية الى اخره عالم نزل على قرتنا علشان يسرقنا يستنزفنا يحتلنا ويستعبت شعوبنا وبعدين لما بدأ يحصل تراجع لما يطلق عليه الاستعمار الكولينيالي وانتهاء الحرب العالمية التانية سنة 45 بدأ العالم يعمل صياغات مختلفة خلي بالك انه نفس هذا العالم عمل حملات تطهير عرقي لم تشهدها الانسانية من قبل يعني اللي اتعامل مع شعب الكونجو على سبيل المثال كارسي اكتر من مليون ونص بني ادم تم دبحهم في الكونجو على ايد المستعمر الابيض عمدا يعني لأ ودبحهم بجد يعني مهم بعد 45 بدأ هذا العالم 1945 تعالى الحرب العالمية التانية واللي استمرت لمدة 6 سنين بدأ العالم يعمل صياغات بقى مختلفة بدأ ما يحتل بجيوش ويعمل كل الهوسة دي لا بدأ يشتغل اولا على نثر بذور الفساد في افريقيا وطبعا في امريكا اللي التانية قدر استطاعته ويبدأ كمان يشتغل على انه مع نثر بذور الفساد يحتل هذا العالم اللي هو زي حالتنا اقتصاديا ونزل فيه الشركات التي عرفت فيما بعد ذلك بالمالتي ناشنالز او شركات متعددة الجنسية وكان الهدف الرئيسي هو خنق الاقتصادات بتاعة افريقيا وامريكا اللي التانية بس انا بتكلم عن افريقيا ومش بس خنق الاقتصادات الافريقية لأهو استنزاف افريقيا حتى اخر قطرة دم موجودة في شرايين افريقيا بالكامل ولما بدأت افريقيا تنهض ويحصل عملية كبيرة جدا اسمها حركة التحرر الافريقي العالم الحقيقة برضو وقف قدام عركات التحرر الافريقي وقف مخيف بدعوة شوية اصل دول شيوعيين ودول بيهددوا العالم دي شوية شوية تانية اصلهم بيحاولوا ان هم يستغلوا الثروات لصالح زواتهم المنفردة والملخصة في شخص قادة الدول الافريقية وعملوا كحملة تشويه رهيبة ضد افريقيا والافرقى وشعوبها وقضتها وجيوشها الى اخره واشتغلوا على افساد افريقيا من الداخل بالكامل بما فيها احنا بالمناسبة يعني احنا جزء لا يتجزأ من هذه القارة ولما تبدأ القارة تقف على رجليها الحمد لله والشكر الله وهي بتقف على رجليها كانت مصر كمان بتقف على رجليها وهنا كانت الرؤية الحقيقية اللي بتتفعل يوم بعد يوم وبتشوف فعليتها وجدواها ومتانت هذه الرؤية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي من 2014 بدءا من زيارته الاولى للجزائر لازيارته الاولى خارجيا كانت للجزائر والجزائر كانت محافظة على علاقتها مع افريقيا على عكس وضعنا سابق عن 2014 وبالتالي بدأنا نتحرك وصولا الى رئاسة الاتحاد الافريقي لما حضرتكم تتذكروا رئاسة الكوميسا الى اخره ودي كانت بيبقى فيها التصويت بالاجماع مش بالاغلبية وبدأت الجسور تتمد بجد ما بين مصر والدول الافريقية بعد ما كانوا بيعدوا عننا لان احنا بالمناسبة اللي كنا بعيدنا عبا ورجعت العلاقات مش هقولك زي ما كانت زمان ايام الستينيات بل انا اكاد ان انا اوصفها بانها اكثر متانة ورسوخا ولسا انه هذا اليوم هو اليوم الافريقي بامتياز ما بين الرئيس الصبح في المنار وما بين انه يذهب ليه جولته الافريقية في ثلاث دول فالنهاردة يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع المؤتمر الطبي الافريقي التاني صحة افريقيا ولكن النهاردة في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية القاهرة جمهورية مصر العربية تفقد الرئيس مكونات المعرض الطبي الافريقي التاني ام بجولة في اجنحة المعرض شركات عديدة جدا عاملة في المجالات بتاعة الصناعات الطبية والتكنولوجيا الطبية استمع لكلمات الممثلين بتاعة هذه الشركات عملوا ايه وجابوا ايه واشتغلوا ازاي وما الى ذلك لكن الرئيس النهاردة كان فيه حاجتين مهمين اوي 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 بالنسبة لي على الاقل حاجة منهم ودي اللي احنا اظن كلنا واجب علينا نحنا نشارك فيها كلمة الرئيس الا وهي تقديم واجب العزاء لانفسنا والأسرة الدكتور احمد عماد وزير الصحة الاسبق رحمة الله عليه الرجل الذي كان يعمل بمنتهى الهدوء بمنتهى الذكاء بمنتهى المهنية بضمير عالي الى ابعد الحدود في فترة توليه لوزارة الصحة رحمة الله عليه ايضا الرئيس اتكلم في حاجة مهمة اوي اتكلم في المبادرة بتاعة القضاء على قوائم الانتظار وقال المبادرة بدأت في اولها بحديث حول ان احنا عاوزين نخلص احتياجات وطلبات اتناشر الف مواطن محتاج يتعالج على نفقة الدولة كلام ده كان من اربع سنين وده كلام الرئيس وده الواقع بالمناسبة لكن في خلال الاربع سنين مصر ما عملتش العمليات او العلاجات المطلوبة لاثناشر الف مواطن لا الرقم في الاربع سنين هو مليون وتسعمية الف مواطن يعني انا لو فكرت انه كانوا كل سنة هيبقوا اتناشر يعني تمانية واربعين الف مواطن اقولك ميت الف لكن لان المبادرة كانت فعلا فعالة وفعلا مؤثرة ولانه ارادة الرئيس كانت شديدة القوة باسرار على انه لازم نقضي على قوايم الانتظار فالحمد لله والشكر لله مليون وتسعمية الف بني آدم اتمنى اتمنى اشوف في يوم انه مايبقاش فيها ولا واحد صفر طوابير مفيش قوايم انتظار اتمنى كلنا نتمنى ده اللي اربع سنين دول اتكلفوا عشرين مليار جنيه اربعة تبرعات من المنظمات الاهلية والمجتمع المدني وحوالي ستاشر مليار الدولة هي اللي تكفلت بيهم عشان تنقذ حياة المصرية الرئيس اشار الى ان احنا خلال ايام معدودة باذن الله نحتفل جميعا بخلو مصر بالكامل من فيروس سي واللي سبق وقلت لحضراتكم اذا كان مفيش حاجة والحقيقة انه اللي اتعمل الاف الحاجات لو مفيش حاجة اتعملت في التمن سنين اللي فاتوا غير ان احنا نقضي على فيروس سي الذي افترس والتهم اكباد المصريين الملايين من المصريين كانوا بيقنوا من هذا الفيروس مئات الالاف ماتت بسبب هذا الفيروس النهاردة الرئيس يقول لنا انه بعد كام يوم هنكون قضينا تماما على الفيروس ده في مصر ونعلن مصر خالية من هذا الفيروس وهنا الرئيس بيأكد على حرص بلدنا مصر على نقل كل خبراتها اللي اكتسبتها الى الدول الافريقية الشقيقة وانه لازم دايما نلعب دور ايجابي في هذا الموضوع يمكن ده كان من خلال المدخلة الكلامية اللي قالها في وقاع هذا المؤتمر والمعرض الطبي الافريقي التاني